موسيقى يا حاجة محمد جلالت الملكة فريدة بتسأل عن جلالتك موسيقى فريدة مش ما صارك يا فريدة النهاردة كفاءة لعمل التوفية كريوك انت يا توحة ما خفتيش كده وانت قعدة تتكلمني مع الملك يا سلام ما انت عارفان يا جمالات والعمر جريعة ومرخاب شغل بالخلاق اه بس ده اكيد اتبالي عشان كده اخط بعضهم مش عماتون يا سلام ما هو ملك مصري يا اختي بيصاح الشعر في اماكن زياتي ل質نة شهر موسيقى موسيقى طاعة تحيّن طاعة تحيّن اني يا حاجة عامبتي احنا مش هنمضع انا واقع بصحبش بأدري اوي كده عشان انا بلا متأخر طب انا هميل ايه الوقت بتعملي ايه عامبتي عايز حاجة اعملها لك انا جعينة يا خبر اي الامر السكر بداي جعين هعملك احلى في طرف الدنيا تحب تفتري ايه يا امر يلا افتح بوقك يا امر انا شبعت خلاص يا طانت ماينفعش يا حبيبي الطانت لازم تاكلي كويس عشان تقوي وتبع عروسة ازاي الامر مانا كونية تتقبل وقب عريس يا سلام ده انت هتبقى عريس وسيد العرسان كمان هتوديني لمدرسة يا طانت بطلي دوشة بقى يا نجات سيبيها يا ام ايوا يا حبيبتي هاوديكم مدارس ومش اي مدارس احسن مدارس في مصر هتتعلموا فيها فرنساوي ولغات لازم تبقوا احسن ولاد في الدنيا يا تحية دول بيقولوا المدارس دي مصارفها كتير قوي مش مهم يا ام انا ممكن هشتغل للنهار بس ولاد اختي الحلوين دول يتعلموا احلى تعليم بيقولك المدارس اللغات دي بتبقى لخلة وبتدي اجازات ثبت وحجب برضو مش مهم المهم انهم يتعلموا صحة ويتربوا صحة انا خلاص اعتبرتهم ولادي مش كايز ما خليش انا عاوز حضرتك تتطميني خالص يا جلالة المالكة هو عامل ايه؟ تطميني يا دكتور الحمدلله ربنا سطر شرخ بسيط في الحوض احنا ممكن نسفره بالرأة مصر في اعتقاد الحلة مطمينة ومتستدعيش مشي طبيب مصري عندنا بسلاح البحرية هزم ويسف رشاد بارعة في الحلة بتاع الجلالة المالكة استدعوا الطبيب تفهم احنا فعلا استدعنا يا باشا وهو في الطريق ايه دكتور محتاج للمالك تجيبوني؟ مش انا من اوروبة احنا كلنا في خدمة المالكة يا جلالة المالكة انا عايز اشوفه هو فين؟ لولا ان المالك قوي البنية قد روح فيها ليه هو جراله ايه؟ بيقولوا يكسف الحوض يا ستي لا حول ولا قوة الا بالله طب والنعمة الشريفة الناس فهم المالك بتاعنا غلط وبعدين هو في حد يشمت في المرض طب ده واجب علينا نزوره منعين عنه الزيارة يا ستي علشان يستريح بس انا حصنن شوية كده اروح ازور جلالته مع وفد رفيق على المستوى بس بيلي وبينك برضو هو زودها لحبتين في الموضوع الستات ده؟ المالك بتاعنا زي وزي كل الرجالة بس في بقى نسوان عنيهم فرغة يتمنوا ينموا في حضنه ولو ليلة واحدة هو الله الحاشية البيضة اللي ماشي وراه ومالية حياته بالنسوان قال ايه؟ عشان يعموا عنيه عن علاقة حسنين بأمه الأرشانة ماشي بالله احنا بقينا عال قوي جلالتك اهو مباركة فيك دكتور يوسف لولا صهرك وتعبك معايا ما كنتش بعيد كده موليه انا ما عملتش غير الواجب احنا كلنا فدى جلالتك انا متشكل يا دكتور يوسف متشكل اوي ان شاء الله جلالتك كلها كم يوم وهتمارس حياتك بشكل طبيعي جدا بشكل طبيعي طبيعي؟ الله مص مص لا ان شاء الله جلالتك بشكل طبيعي تماما انت هتكون معايا يا دكتور يوسف مولانا رهن اشارتك وقت ما توزني هتلاقيني تحت امرك لا انت هتكون معايا في القصر مرسوم ملكي بوجودك في القصر معايا انت هتكون من حشة الملك شرف كبير اوى مولاي انا مستحكوش لا يا دكتور يوسف ده تقدير على اداء لمهمتك ببرعه وكمان مرتك تكون موجودة معك ده كتير اوى مولاي انا فعلا ممنون لجلالتك خلاص يا دكتور يوسف مرتك تكون وصيفة لاميرة من الاميرات احنا كلنا في خدمة جلالتك يا مولاي انا رتحت لك وصدت فيك لقى صعب في الزمن داختي يا للصدي انا شرف كبير اوى مولاي وانا مستهيتش كل ده انت تستهل اكتر من كبب كتير يا دكتور يوسف انت دكتور شاطر ومخلص وانا احب المخلصين وانا اوعد جلالتك ان هكون عند حسن ظنك دايما انا مش مصدقة نفسي بقى انت معي هنا في الاسماعيلية والله وليكي وحشة يا ماري الله 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 وانا بقى ما وحشتكيش يا عميتي تحية ولا ايه طب ايه رايك بقى انت وحشني قد عناي الجوز يا عثمان بس ايه يا وات حكاية عميتي عميتي دي اسمع انت ما تقوليش غير يا ام تحية يا ام بدوازة زمان لسه فكرة عبري ما نسيتش عثمان ولا حنسة حتى الحلوة الحلوة كنت دايما بتجيبها لي من ورا ابوك وامر قال لي من حق ابوك يا احمد عامل ايه والله لسه دايما هو مش له برضو مش هتروح تقولي علي يا بدوية لا عدر حسنا لو شفته هو كنت بتجير كل اللي عملوا فيه وفي نفس الوقت حيسخب علي يا قويل اشوفوه هو بشلوه مزرعتك حلوة قوية مارين دي احسر مزرعة في الاسم علي مزرعة مارين اختك شطرة طول عمرك شطرة وقلبك ابيج وحنينة والنبنت اللي حنينة طمينين اخبار مصر ايه اهي من يوم خلصت الحرب وهي زي ما هي احسن شوية من الاول بس الانجليز لسه في اردان عاملين زي الشوكة في الزور لقوا وشوكتهم بتزيد كل يوم عن التاني ان شاء الله حيجي وينكشحوا الغرف ستين دا يا رب بس يبقى على الحياة عمنا يا رب حلوة الحلاوة يا عمتي حلوة الحلاوة يا تحية حلوة ماشي الحال يا عصمة عم بس بيني وبينك حلوة السيدة احلى دي برقابتك يا حبابتي دي اسمعلي يا منورة بيكي منورة بيك كنتو يا حباب اسمعلي يا برا تضرب تقلب الناس كلها تتجني كله عايز يشوف بعنيه ويقابل تحية يا كاريوكا امال الناس فرحلة بيكي قوي يا تحية عارفة يا مريم هين علي أخش بيت بيت وحارة حارة وأخد الناس كلها في حضن يقولهم أنا بنتوكم مش للدرجاتي قرأي بيت بس هم ليجوا وسلموا عليكي كل اللي عايز يسلم يخش يسلم ولا ولك أنا طبعاهم لحد عقدهم وانا في جيك الساعة ربنا يزودهم يا رب بيقولهم إن تحية كاريوكا هين في اسماعلي دخل الحباية وبيقول Agreement حتتجنن عليها اش 1990 ق chem وبالع الحباية كويس lanes هبلة بعيد عنك جي أكيد جاية عشان تاخد حقها وحق أمها يكيسر حكمها البعيدة إلا مش هتيجي تزورك ما هيبقى معديتش هتخاف منه تنت حتى عندش بتخيو في النميون يالا قول يا سناجيب أنا بحضر لفيلم جديد اسمه لعبة الزد أيوة أيوة عرفت الآن من الفيلم ده قوي لكن في نفس الوقت متحمس إن أعمله طيب إيه المشكلة؟ أنا قلت فيه مشكلة أول إيه بس يا سناجيب عندي دور البنت اللي هتعمل البطولة قدامي أنا شايف فيه تحية كاريوكا كاريوكا؟ الوضر صعب لكن لو اكتهدت فيه وقدته صح حيفرق معها جدا ممار؟ أكيد أنا أكلمت المخرج ولي الدين سامح عنها وراح وشافه في الصالة من جر ما تعرف والحياة رجعه هو متحمس إنها تعمل الضور خصوصا إنه شامة زي الجديد وغير مستهلك وهتناسب الشخصية جدا تتاسبها أو تتاسب أبوها كاريوكا؟ طيب و هنقعد مع الكاريوكا إنتا أنا رايح له دلوقتي دلوقتي حالم نجيب الراحاني؟ ودور بطولة يا توحة يا فرصة طبعا لكن لا إيه ما فهش لكن يا كاريوكا الموضوع ده مش محتاج للتفكير ده فرصة ما تتسبش ده دور بطولة قدام نجيب الراحاني فاهمة ده معناي؟ إنك هتكسب جمهور الراحاني كله أنا خايفة خايفة من إيه بس؟ الوقوف قدام الرحاني مش سهل لكن الشغل معه متعة يا بي أنا مرعوبة قوي هي بقى هتنجحي أنا واثق إنك هتنجحي من بقى أكل باب السامة يا بي أنا ما ما قلت ليش هي الحاجة فيه للنهاردة يعني مستبع صوتها النهاردة أجازت ولد أختي خدتهم تفسحهم حب قول عفيتة لسمها نجات تخبرها إيه؟ هو أنا ما قلت لكش لا يا أختي ما قلت ليش المربية الفرنسوية بتاعتها ما بتعرفش اتنديها بالنجاة فقال إيه استسهلت وبقت تقول لها رجاء رجاء غريبة يعني من اسم نجات أسلم رجاء مئة ألف مرة لكنه مال رجاء رجاء ده اسم جميل قوي خالص إيه يا ستة تحية أنا شاك لي ما يخوفش أنا أسف يا أستاذ والله ما أصدي كده أنا أقصد بس إن حضرتك غول لا 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 وكمان غول هي كده أنا لازم بقى أخوف فعلا لا والله أنا أصدي إن انت غول تمثيل ولا غول ولا أستاذ الفنان مننا بيتعلم كل يوم جديد ها؟ سمعت بقى الكلام اللي بيقول له أستاذ تحية ما هو ده اللي رعبني بصراحة كده هو ده اللي مخوفني لا 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 إن شاء الله ما فيش خوف من حاجة استعد انت بس وشد حيلك عشان حنبدأ تصوير الإسبوع الجاي لي بسباش يا أمور بس أدك؟ مصطفى كمال صدق أي؟ أزاك يا أمور؟ والله لك وحف وانت كمان والله العامل ايه؟ الحمد لله على كل حاله ايه اهبارك دلوقتي؟ ما معرفش عنك اي حاجة من يوم ما صدر النطق السامي الملك بالاستغناء عن خدماتك وبعد كده عرفت انا كربت بمعتقل الزتون زي ما انت شايف يا سيدي قضيت نص حياتي هروب وزجون لكن الحمد لله هبدأ حاتي من جديد من بعد ما سقطت احكام العرفية انت تظلمت يا اوانور ده قدر اللي يحبه البلد يا مصطفى لكن طمين انت عليك اخبارك اي في الجيش؟ انا يا سيدي مجرد ظابط بلوة في الصحراء ونيف سرجع القاهرة؟ لسه بيقولوا عليك انك مدفع ومتهور وشيوعي ما انت عارف يا اوانور اللي بيقولوا كتير المهم انت طميني فيها مل ترجع الجيش تاني انت كنت بستني حد ولا ايه؟ انت مستني حد كده يا سيدي كنجايبلي شغلانا لكن تقريبا كده الشغلانا طار انت دلوقتي خلي شغري؟ ربك ما بيتساش حد الحمدولي على كل شيء انت عارف ميزة بلدنا يا مصطفى انها بتتسرق وبتتنيهب من سنين لكن محدش بيبات من غير عاشي شوف يا دكتور يوسف انا خلاص فطبية انا عايز اخلص من الكابوس اللي اسمه مصطفى النحاس ده انا عايز ارد على الانجليز برد قصي فاهمنا يوسف انا فاهم جلالتك يا مولاي فاهم جلالتك بس اديني فرصة ارتب الامور واشوف ايه اللي ممكن اتعامل وهبلح جلالتك انا صفى انت فيك ملقاش حدود مش عايز افكرك اهم حاجة السرية في الموضوع الان مش اعلان اولاي انا هكون عندي حسن اظن جلالتك دايما مش انت حيلك ومعاك كل الصلاحيات لتنفيذ الاتفاقنا عليه قولي انا هيد عامل ايه انا عايشين في غيرك يا مولاي فوزية مدقيقة بحاجة بالعكس انا هيد مبسوطة جدا مع الامير فوزية طبعا طب يلا اتحرك انت دلوقتي ومش عايز افكرك السرية في الموضوع ده مهم جدا وعايز ارد القلم انا مين للانجليز والمصطفى النحاس فيه ايه تحية مالك بس مش عارفة مش عارفة مالي مرعوبة متلجة بقولك مش عارفة مالي اول زوم ايه الرعب ده كله بس ده اول مشهد قدام الراحة يعني يا سلام ويه يعني طب انت بسلت قدام القصي وماري مونيبو وكنت عائلة معاه هو حاجة تانية خالص اول ما بصت في عينيه حاسد ان ننسيت كل الكلام بقولك ايه خليني اعتذر عن الفيلم ده احسن ده اعتذري ايه كلامت منخوليا ده احنا خلاص تلين نستور في الفيلم وبعدين الفيلم ده حيبقى نقطة التحول في حياتك بكرة تقولي سليمان نجيب قال بقولك مرعوبة مرعوبة طيب ايه دي؟ واقع دي كده واستهدي بالله صدقيني انت يا حديد يا عائلة مش حال ما كنتش همسل معاك في الفيلم ده يلا 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 نقوم نشوف شغلنا المخرج زيل عشان انا عادت كتير صح المخرج زيل؟ المخرج ده متعاود يا عيدة 20 مرة في كل ما شاهد بس انا مكسوف اقوم باستاذ الرحاني الاستاذ الرحاني؟ الاستاذ الرحاني بما بعلمك بالشيء مرعوب قد كمية مرة يلا يلا ايش يقول حيالي يلا اقوم شوفه له يلا على طمانتك ايه بسف؟ كل ده صهر يا دكتور ما انا قلتلك علي فيها انهت طيب ما انت كده مش هتعرف تفكر لازم تنام وتستريح حشان تقدر تفكر كويس انا لازم اعتمد على اصدقاء مقربين في الحكاية دي ومش اي اصدقاء كمان لازم يكون فيه توافق في الفكر والتوجه اخترت حد والله انا لغاية دلوقتي اخترت خالد فوزي وحسن فامي عبد الحميد وبروهيم فتحي ومصطفى كما تصدق ايه ده ايه ده ليه كل ده انتوا هتحربوا فيه رغبة قوية عند البالك ان المجموعة اللي اختارها دي تفضل دايما حواليه هنكمن بيوم تنظيم اسمه الحرس الحديدي يعني ايه الحرس الحديدي ايه يا توحة اخبارك ايه اسفاز نجيب اتفضل اتفضل الارتاحية بيه بطك حلوة ورحيتها حلوة ايه كده وضع حريمي صحيح اخبارك ايه ما بديعة الحمد لله كويس بديعة دي حكاية انا سمعت انك سبتها ورجعت لها تاني في الحقيقة او بس انا والمدام ما ينفعش ان نفترق عن بعد ابدا والله يا طلعتها اشتر مني انا بقى لما سبتها معربت اشارك عليها تاني مع اني بحبها قوي هي كمان بتحبك قوي يا استاذ نجيب طبعا لسانها الطويل خلاها هكتلك على العلقة اللي انت تالي بصراحة كدتني حتة علقة بنتي الايه ما خداش حمر اعجت بطلع ما بصراحة بصراحة اللي انت عملتو كبان فيها مكانش شوية الحقيقة كنت استقل ما عرفتش حافظ عليها حافظة على علاقتك بيها هتتعلمي منها كتير انا فعلا بتعلم منها يا استاذ ولسه هتعلم حاجات كتيرة قوي لازم تتعلمي انك تاخد حاجة من كل حد تقبليه في حياتك ولازم تحافظ على كل حاجة حلوة عندك ولو قدامك فرصة ممكن توصلك مسيك فيها باديك واسنانك انت مش خائبة زي انا عارف انك شطرة وشباعة على فكرة انا قلت لهم يأجلوا التصوير لبكرة لا انا حفظت للنهاردة وحعمل مع حضرتك المشاهد النهاردة كده وهو كذلك ايه جو الصحرة ده دكتور؟ او انا ناقل الصحرة معلش يا جماعة معلش سرية الموضوع هي اللي خليتنا جيبكم مكان زي ده خير يا يوسف واضح ان الموضوع يقلب بص يا خالد انت وحسن بغض النظر انا عايزكم في ايه؟ او ايه نتيجة اللي ممكن نوصدها انا مش عايز جنس مخلوقي يعرف حاجة عن الاجتماع ده انا عايز كلامنا يا جماعة يبقى في المنتهى السرية ما تقول فيها يا دكتور قلقتنا انا عايزكم يا جماعة الفترة اللي هي دي تكونوا معايا بدكالة الملك الناس انا اخترتك انتوا بالذات لان انا باسق فيكم وانتوا عرب ناس ليها زي ما الملك بياسق فيها بالزبط احنا معاك في اي حاجة يا صاحب وانا معاكو طبعا احنا طول ملاي اصحاب وانا قابلي منكم انا جيشي اساسا في الصحرة ايه رايكو في مصطفى النحاس وامين باشا عصمان خونا وايه جزايل خونا ضرب الرصاص والقاتل موافقين على الكلام اللي قال عليه مصطفى انا عن نفسي موافق وانا طبعا موافق بالعمل الانجليز دي مهمتنا الاول يا جماعة الخلاص من الاتنين دول احنا هنكون مع بعض تنظيم اسمه الحرس الحديد للملك مهمته هي الخلاص من كل العملة ومولين الانجليز في معانا الشباب كتير جاهزين بس للاسف محتاجين التدريب ومحتاجين حد يعلمهم ازاي استخدموا السلاح انور السادات هو انسب واحد للمهمة دي فعلا اختيار انور ده اختيار موافق والله يا انور السادات صديق عزيز وانا باسق فيه جدا اختيار موافق توكلنا الله نور الفتح يا رب نفس بلدنا تبقى ملكنا يا مصطفى انا جاي لك عشان كده يا امور عايزين بلدنا تبقى بلدنا بس اي بقدينا اي بقدينا يا مصطفى طبعا تعرف امين عصمان بس موش امين عصمان اسمه عميل عصمان ده خاين وبنكلم هل ايه رئيس جامعية الصداقة المصرية البريطانية صداقة ايه؟ دول اعداءنا في حد صدق عدوه الانجليز دول اعداءنا يا مصطفى وعشان كده احنا عايزين نخلص من امين عصمان يا ريت نخلص من امين عصمان ومن الانجليز ومن الملك لا ملاجش دعوا بالملك احنا المراضي بالزبط نشتغل صالح للملك بس اليونا ساعدتوكم يا شبابة ساعدكو عشان الملك انا ساعدكو عشان مصر بلدنا يا مصطفى بس اليو انت عايزنا تسيبنا من ملك نسيبنا منه طول عمرك زاكي ودهى يا امر وعشان كده احنا اخترناك بص يا مصطفى كمال انا ما عرفش انتو مين ولا شغالين لصالح مين لكن طالما المصلحة مشتركة يبقى انا معاكم انا اكتر واحد في مصر بيكره الانجليز وبكره اي حد بيحبل الانجليز وامين عثمان ده اكتر واحد في مصر متعاطف مع الانجليز بشدة عشان كده انا شايف زيك مقتل امين عثمان ضرورة حتمية كده يبقى احنا ان شاء الله متفقية بص يا سيدة في جمعية سرية قررت معتل امين عثمان طبعا انت عارف امين عثمان كان وزير المالية في حكومة الوفد اختصر يا مصطفى اعرف تاريخ اهل الاسم الجمعية السرية دي محتاج خبير عسكري يضربهم على استعمال السلاح وفن القتال والخبير ده انت يا امر ها اي رأيك هتضربهم ولا لا اضربهم مستعد اضربهم من دلوقت وفي ناس كمان عندها نية اللي تخلص من مصطفى باشا النحاس لا بقول لك ايه انا علاية اضربه بس انتوا بقى اخلصوا من اللي انتوا عايزين تخلصوا منه ان شاء الله لو تخلصوا من محمود شاكوكو تعرف يا توحة انتخدمتي نفسك من غير متقصدي ازاي بقى يا بيه لما ترددتي في انك تقبالي فيلم لعبة الست افتكروا انك عايزة تعلي اجر انا؟ طب والله ما كان عاصدي ايوان عارف بس اهو ده اللي حصل وبيتي تاخدي اعلى اجر في السريبة المصرية يا سلام ازاي بقى؟ هابعا تبتاخدي 2500 جنيه مش لعبة يا سلام ما هم كمان ضيعين على اللبس والاكسسوارات والازي منه اسمعي اوعي تبخالي على فنك ادي لفنك فنك هيديكي صدقيني بس انا بقى عايز اشتري عربية يا سلام ضروري العربية لازمة للمرحلة الجاية مرحلة النجومية نجومية حتى واحدة استان اني بس لما الفيلم ينزل انما كان يكسر الدنيا ما بقى شرة سليمان نجيب نعمد الله عليك يا يوسف نعمد الله عليك انت انت عشان اي رشاش ايه شكومات ده ده عمر يا جنالت الملك عمر وانت وليمش عارفين تنصف عمره ما يحصل ده ملك ما يحصل ان شاء الله امش يا يوسف امش عاوزين ايضلوني؟ عاوزين ايضلوني ليه يا مطرم؟ هدي نفسك يا مستفى باشا هدي نفسك هدي نفسي ازاي 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 ايضلوني مره حتستبت جارة ماشي يا جنالت الملك ماشي يا فرم ما اعتقدش الملك يعملها مين اللي له مصلحة في قتل النحاس باشا؟ الملك لو عايز يقتله كان قتله في عز الدف ولو عايز يمشي كان ماشاه ده ملك بس هو مختلف مع الانجليز في الحكاية دي له يتخدهم وتقطعهم ما كنتش اعرف انك بتحب الملك قوي كده انا ما بحبش الملك لكن بكره الانجليز انا قلت يمكن حنيتي وعاوزة تبقي من حريم الملك زي غيرك انا برضو كده يا مدام طب دانت اللي مربياني وعرفاني عارفة يا توحة وعشان عارفة اندفاعك مش عاوزة يكون لك اي علاقة لا بالملك ولا بغيره بس حافظة لا اكره الانجليز بلا السياسة بقى يا توحة وغصبا عني بلاقي نفسي بتكلم فيها بحاول افهمها عشان بحب بلدنا قوي حب بلدك اه لكن السياسة ملكيش دعوة بيها لتروحي في ستين دهي ما تخفيش علي يا مدام تحية طول عمرها بميت راجل وبعدين ما حدش بيموت ناقص عمر وما حدش بياخد اكتر من نصيب قوليلي يا عام لا ايه مع الرحلة لست بكمل الفيلم بصور انا سمعت انك واخد دور بطولة فيه بقولك يا تحية خلي بالك من شغلك الفيلم ده لو وقع ولا حصله حاجة بعد الشر يعني حتبقى كابوة بالنسبة لنجيب الرحاني لكن بالنسبة لك انت حتبقى نهايتك لانك لسه في اول الطريق قالا قالا هو انش بتخوفيني ولا يا مدام عشان عارفاك لما بتخافي بتنجحي وانا واسقة انك انت هتنجحي وهتبقى نجمة كبيرة والله هنا بعمل اللي علي يا مدام ربنا اللي يعلم والاستاذي الرحاني كمان ما بيبخلش علي ابدا بالنصيحة واقف جنبي على طول على فكرة يا مدام الاستاذي الرحاني لست بيحبك قوي هو من ربنا يوفقه يعني مش ممكن ترجعه البعض اتاني اللي انكسر ما يتصلحش يطوح ان حاس باشا يفلت من محاولة اغتيال والناس تعتبروا والي من اولياء الله احنا كده بنفيده مش بندره لحد يمتى يفضل واقف شكاف زوري كده لحد يمتى هدي نفسك يا مولاي هدي نفسك جلالتك ما تقوليش اهدأ انا عايز اخلص منه ومش هم اللي اخلصوا مني الموضوع محتاج شوية تروى يا مولاي تخلص من ان حاس باشا بعد اللي الوافد بيشيوع عن العداء بينه وبين جلالتك ده يخلي الشعب كله يقف في صفه وضد جلالتك يا مولاي يعني ايه؟ يعني يستمع انا حاس باشا شوية مولاي ما امين اصبت ده اللي لازم نخلص مني بسرعة انت بتقول ايه؟ اغني؟ ايوه يا ستة توحة تغني انا مش مغنية مش مطربة يا بيك ماهو عشان كده انا كنت عامل حسابي وخالت تاخدي تدريبات هنا مع مادام رطل واعتقد انك اتدربت كويس اتدربت كويس اه بس يعني مش ادربت اني اغني في فيلم حتة واحدة ايه مش غنى غنى مش طرب طرب يعني دي اغنيها ادرامية دمها خفيف زي ما بقولك كلامها بيقول يا خرجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة مشيتي حافية وخدتي زكام وربط راسك بالدخ خوخة ايه ودخة ايه بس يا بيه؟ المخرج شايف ان انت لازم تغني لو هي دي وما دي ما المخرج شايف حاجة ايه بلازم تحصل انا مش فهمة ايه اللي غير الحال ما كنت دايما بتجيبه المغنية تغني والممثلة بس تلعب شفايفها وانا شايف انك لو غنيتي هتبقى اضافة ليكي وبعدين الملحن ملحن عبقري اسمه محمود الشريف عارفه كان بيشتغل معانا في كازنه بديع هو بعينه واللحن بتاعه ساتل ممتنع مش هغني لا يا توح هتغني لا يا توح هتغني ولو إنك النفسي تبقى معانا يا أستاذ نجيب أليه واللي منعني إن أهضر ولكنت أتوقع رد الفعل ده يا صارة أنت النهار ده فاتك كتير قوي فاتك مولد نجمة كبيرة اسمها تحية كريوكا طب ما روحتيش تقول لها بنفس كلمة مبروكا حسن ما تفرقي الشربات على الفرقات كلها وإنتي ما شربتيش شربات نجاحة ليه بيموعة نفسي بيموعة نفسي ولا مش فرحانة لنجحتوها عادي أنا ما بكرهش تحية بس كمان ما حدش يجبرني إن يا حبها أنت بتغيري منها وغير منها ليه هي مش أحسن مني فعل لا أحسن منك عارفة ليه عشان هي بتشتغل وتنجح لكن أنت طول ما أنت غرقانة في الهباب اللي أنت فيه ده هتفضلي نكرة فشلة وهي هتفضل أحسن منك عموما تحية ما بقتش أحسن مني أنا لوحتي بقت أحسن مني ومنك ومنك أنت بتقولي إيه يا حيوانة تحية دي تلمستي أنا اللي علمتها طيب ما رحتيش باركتالها بنفس كده ألا ما كسوها علشان هي بقت نجمة أكبر منك أنا عارفة أن الغيرانة منتحة وقاعدة بتوزعي شربات نجاحة مبتي من رواكي مخنوء علشان هي بقت تبريه وأنت سكوت خراسي يا كايبة مش بس كده علشان جمان اللي أنت شايفة بعانك وخايفة ماذا طوحة كل يوم بتقرب من الرحاني أكتر وأكتر ومش بعيد يوم ولا يومين أنا اسمعنا عمر الدغوز قد تبقي استنيتي طول عمر الفاضي أنا لو عايزة الرحاني كنت فتحت له بابي من زمان وكان جالي زاحف لكن أنا اللي قفلت بابه مين تحية دي اللي هغير منها على الرحاني مين تحية اللي هغير منها على غنها تحية بيت شطرة بيت بتشتغل وبتكتهد علشان كده بتنجح وعشان كده أنا بحترمها عشان إسرارها لكن انتي فشلة فشلة وتذكرة مريضة عارفها يعني مريضة مباردك النفسي ده عملت وازاي علينا بيت وزاي شوية على توحة وشوية عليها خرجي بره بيتو خرجي بره مش عايد أشوفوشي بره 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 ألف مبروك يا توحة العربية الجديدة ربنا يا خليك لي يا جوجو يا أمر ربنا يا تراح لك سوية البركة يا تحية يا رب ويخليك لينا يا أما قالنا من حق إحنا خلاص هنعزل من هنا ليه بس يا تحية بركة ضعاك لي يا ربنا رزقني وحناخد شقة جديدة في الزمالك جمت حبيبتكم وكلسوه خلاص يا حبيبتي اللي تشوفيه أنا رايحة دلوقتي عندي تمرين عندي إذاك في معهد الرأس بتاعه مش هتأخر عليكم سلام مع السلامة يا حبيبتي إذاك؟ روشدي حبيبي وحشبه الله حبيبي وحشبه الله بجد وحشبه الله حمد الله على السلامة يا روشي حمد الله على السلامة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر